السلام عليكم ورحمة الله بالنسبة لأتمينة ديال الزريعة هذا الموسم هذا هنا في المركز الاستشارة الفلاحية ديالذمنات بحال المركز الأخرى اللي في المغرب إذن الإنسان اللي بغاء زريعة يمشي التاصب مركز الاستشارة الفلاحية أولى البيزانات لقريباله هنا الزريعة ديالسوناكوس محطوطة هنا بالنسبة لأتمينة القمح قينين ثلاثة ديالأصنف هنا كين الصنف ديالكاريم دير 615 درهم جنراسيون اللولة 615 درهم 12300 هذا كريم الصنف كريم الإشارة الكريم هذا هو R1 يعني الانتاج اللول الجيل الأول ديالكاريم هاو نتيبها لكم كريم R1 هيا R1 الصنف تاني اللي موجود هنا هو الصنف بروس بيرو بروس بيرو 8 دياله هو 11700 أولى 585 درهم البروس بيرو هذا هو R2 يعني الجيل التاني يعني الانتاج التاني عندنا كريم عندنا بروس بيرو بروس بيرو 11700 كريم 11300 واحد النوع آخر هو النوع ديال مرزاق GER2 يعني الجيل اللي تابع L2 جينغاسيون إلترا LR هذا كذلك بحال بروس بيرو نفس الثامن 11700 بل الثامن ديال الشعير أو الزرع فرح الثامن دياله تحدد هذا العام ف395 درهم أو لا 7900 الصنف اللي هنا وصنف أميرة ونجي آخر الثامن ديال فارينا هذا العام هي بحال الثامن ديال الزرع واللي هي 395 درهم أو لا 7900 الصنف اللي هنا وصنف راجع غير الإشارة فاشغاتمشيوا إن شاء الله المراكز الفلاحية اللي قربة لكم ممكن تلقوا أصناف أخرى مش الضرور تلقوا هذه الأصناف هذه دغة تشوفوا الأصناف لتتلأم المنطقة ديالكم إذن كخلاصة نسبة الأطمئة ديال الزرع ديال المثال ديال المركز هذا عدنا الصنف ديال كاريم لـ 865 درهم عدنا الصنف ديال المرزاق هل تشوف القمح الصور بأولى القمح عدنا الصنف ديال كاريم 615 درهم عدنا الصنف ديال المرزاق وبروستبيرو 8 ديالهم 585 درهم أو 11700 عدنا الثامن ديال الزرع تحدد 7900 هو فارينا ترجمة نانسي قنقر